الموقع اللي معنا النهاردة يا جماعة ممتاز جدا بيعملك تصحيح للاخطاء الاملائية واللغوية الموجودة جوه المقال لو انت مهتم انك تكون مثالي وافضل واحد في مجالك فلازم ان المقال بتاعك ما يكونش فيه خطأ املائي واحد تعال نشوف كده ازاي بتشتغل وكمان ايه المميزات اللي هناخدها منها بس قبل ما نخش في الشرح يا جماعة والتفاصيل المحتوى الهادف زي ما قلتلكم قبل كده بيموت بالمشاهدة الصامتة محتاج بس منك اعجاب تعليق محفز على الفيديو ده علشان يوصل لأكبر عادة من الناس وغيرك استفاد زي ما انت استفاد الاداة اللي معنا النهاردة جميلة جدا انا استخدمتها فترة وعجباتني ازاي بتخلي المقال بتاعك بص انا مسلا على سبيل المثال انا خدت جزء كده جزء من المقال بتاعي اللي هو فقرة مسلا نسخ كده وروحت على الموقع وديت له الفقرة وبدأت اضغط على الكلمة دي زي بالزبط كده ادي له النص الموقع المفتوح قدامك دلوقتي انت هتلاقي الرابط بتاعه موجود في الوصف تحت الفيديو هتيجي تدي له النص كده وبعد ان تضغط على الكلمة دي هيبدأ هو يراجع ويقرأ كلمة كلمة ويشوف بالزبط الكلمة المناسبة لها حتى لو انت حطت كلمة غير مناسبة وهي مش خطأ لغوي هيشيلها ويحط الكلمة اللي تناسب حتى لو في كلمة سمول او كابتل برضو هيشيلها ويحط الكلمة اللي تناسب ركز معايا بقى عشان اقول لك ايه اللي حصل قدامك دلوقتي احنا ادينا له النص وقلنا له صحح بدأ يصحح وهيبدأ يزبط لك الدنيا دلوقتي بص بقى اللي ظاهر معانا دلوقتي اللون الاحمر ده ده اللي كان غلط تمام ده اللي كان غلط هنا بيقول لي يوجد معيار لا هنا معايير كلمة معايير هي الصحة يعني دلوقتي اللي ظاهر قدامك ده الكلمة دي هي اللي صحة الكلمة التانية دي الكلمة التانية دي الغلط اللون الاحمر هو الاخطاء اللون الاحمر هو الاخطاء كلمة على واخرها ليا لأ هو مش عاوزها بيقول لك على من غير rumah هنا كلمة حصري شايفين كلمة حصري حرف الواو كان بعيد عنها لأ لازم يكون لازق في الكلمة. زي كده بالزبط. بص هنا كده. هنا. شايف? الغلط اهو. كلمة حرف الواو في النص في فراغ هنا. لا هنا بالزبط بص بيقول لك لازما الحرف الواو يكون لازق على طول في الكلمة بالشكل ده ده اصول اللغة العربية. وده الجميل في الموقع يا جماعة. هنا كلمة معيار شفت اللي انت شفتها من شوية دي غلط. هنا معايير معينة. يوجد معايير معينة. فده الصح بتاعها وهو فعلا صحح لك. اللي هو ظاهر بالشكل اللي انت شفته قدامك ده. اللي هو ده. ونيجي بقى تحت هنا. اللي هنا برضو لقى كلمة صححة. وبرضو كل الاخدر ده ماشي لمحركات البحث. هنا لمحركات شال كلم شار حرف اللام مع محركات البحث مباشرة مش لمحركات البحث. متوفقة مع لمحركات البحث دي كلمة غلط. لا متوفقة مع محركات البحث بشكل مباشر. والاخطاء دي كلها صححة حالة وكل بساطة تضغط هنا كده. بيبالك الصح او النص اللي هو الصح من غير اي تعادلات من غير ما بيالك الاخطاء. تضغط تاني بيبالك الاخطاء عشان يعرفك هو صلح ايه? لو تضغط هنا بيعرفك بس هو صلح ايه? فانا بشيل العلامة دي عادي وبادوس نسخ كده. وبقى انا كده خط النص الجديد. اروح اركبه في الفقرة بتاعتي زي ما كان. تمام? شفت بقى الاخطاء اللي ملاقية. حتى كمان خلي بالك كلمة الارشفة. بيقول لك لا. كلمة الارشفة. الف لم الف فوقيها همزة لا مش عاوزها كده وهي مش كده. بيقول لك الارشفة بتكون بالشكل ده. خلاص كل المعايير اللي هو شغال بيها ممتازة جدا. انجليزي بقى. اشتغل عليه انجليزي ايه اشتغل برضو ممتاز جدا في الانجليزي. تعال نشوف كده. انا هاخد النص او هعمل حتى كده. عشان افتح الموقع من جديد. وهاخد فقرة انجليزي. بيدة شمالة زي ما انت شاف قدامك كده من موقعي. وراح هتطهله كده. وهضغط على الكلمة دي. برضو نفس الحكاية يا جماعة بص. بيمشي سطر سطر وكلمة كلمة ويتأكد منها ومنطقها الصحيح ويبدأ يدها لك ويقول لك على الاخطاء وعلى الاصلاحات اللي هو عملها. بص بقى يا سيدي هو هنا بالزبط بيقول لك اهو. انا هنا في الكلمة دي. ده الغلط. وده الصح بتاعها. انها تكون اولها حرف كابتل. يعني بص حتى هو بيراعي كمان الحروف وبيراعي الكابتل والسمول وبيراعي كل حاجة في النص. هنا الكلمة دي ما كانش الصحة تتحط بالشكل ده ومش معناها او مش مكانها. هو غيرها لك بالكامل اهو. كذلك الكلمة دي غيرها لك برضو بالكامل اهو. فهذا ما انت شاف قدامك كده. ايه لغي بقى ده النص كده? كالغاء? واخده نسخ كده? او نسخ كوبي خلاص وروح حطه مكان الفقرة اللي انت عدلتها في تعديل عندك في الموقع بتاعك. طيب لو انا بقى جبت له فقرة. اصلا مفيش فيها اخطاء. هل هل هو هيستهبل ويطلع لك اخطاء? لا طبعا مش هيستهبل ومش هيطلع لك اخطاء. يعني هعمل تاني وجبت له فقرة انجليزية. هي مكتوبة في موقع تاني. مش فيها اي اخطاء خالص. هشوف وهيعمل ايه? وهضغط هنا كده. بص هو بقول ايه? مفيش اخطاء. انت خدت بالك من آآ خدت بالك من الاشعار بيقول لك مفيش اخطاء فيها. لم يتم العصور على اي خطأ. اللي هو لو انت مدي له نص مزبوط ومكتوب بشكل صح ومفيش في اي مشاكل. ومتراجع ومتظبط. فطبيعي جدا استحالي يقول لك ان في اي اخطاء تيجي تحاول تضغط هنا. مفيش لانه آآ خلاص ما هو مفيش اي خطأ. فكده يا جماعة زي ما انتش شايفين الاداء او الاضافة ممتازة جدا. هستخدمها ازاي بقى? هشرح لكم بكل بساطة. انت في المخالات القديمة بتاعتك. حلو? بتروح في المحرر بتاع بلوجر نفسه. بتقف على كل فكرة كده بتاخد الفكرة نفسها. وبتأكد منها نسخ. وتروح بقى الكلام ده في المحرر. مش عندك جوه الموقع مش بتصفح كده لا. جوه المحرر عشان تحافظ على التنسيق نفسه. بتاخد نسخ بس من الفكرة وبترجع ترجعها تاني مكانها زي ما كانت علشان تحافظ على التنسيق العام بتاع المقال بتاعك. انا خدت من الفكرة دي بقى نسخ كده. وارح نسخ كده بالشكل ده. وارح رايح على الموقع واددي له النص. وابدأ اضغط هنا. هيبدأ هو يصلح الاخطاء الاملائية. بعد ما يصلح انا باخد كوبي من هنا. لكن خلي بالك وركز. لما اجي اعمل لصق تاني. اعمل لصق بدون تنصيق. او اعمل لصق في المكان المحدد بتاعه بدون تنصيق برضو. هو بالوقت في الجزء اللي تحت هنا قال لي ما فيش مشاكل. هنا في الجزء اللي فوق بيقول لي ان في مشاكل. وهو صلحها الكلمة دي. فيها خطأ. وهو صلحها بالكلمة اللي ظهر قدامك دي. تمام? خلاص فاحنا دلوقتي خلينا نرجع تاني. ونشوف. آآ. نرجع من الاول خالص. ونشوف كمان فقرة اخيرة نجربها عليه. هجيب مسلا فقرة طويلة شوية. يعني من هنا لهنا كده. عشان اشوف برضو الحد الاقصى بتاع عدد الكلمات بتاعه كام. وهشوف كده هيرضى يعمل هالي ولا لأ. عدد الكلمات هنا انا بالنسبة لي بيقول لي الف مية ستة وسبعين حرف. فلسه ما وصلتش لالف خمسمية. فعادي شغال. مفيش مشكلة لو ضعفناهم كده. لو ضعفناهم الف خمسمية. مش هيرضى يزود لي حرف واحد تاني. ولو ضغطت بقى على تأسلحها الاخطاء الاملائية هيبدأ يديني النتائج اللي احنا عاوزينها. الفكرة يا جماعة من الموضوع انا دلوقتي بقدم لك ان انت تبقى مثالي. الناس بقى اللي هتمل وتزهق ومشي تستخدمها ده راجع لك انت برضو مفيش مشكلة وبرضو مسموح في جوجل ببعض الاخطاء مفيش مشكلة. يعني انت لو موقعك او مقلتك مثالية ومنصقة وحلوة وكل حاجة بس فيها بعض الاخطاء الاملائية. يعني آآ اقدر اقول لك ان هو يعني ممكن ينزدلك درجة. لكن آآ مسموح في جوجل ببعض الاخطاء الاملائية البسيطة لان ده كاتب بشري. لكن الناس اللي بتسعى للجودة وتسعى انها تكون الافضل ودايما وتبقى آآ آآ هي الافضل في مجالها طبيعي جدا ان هما يستخدموا الاداة الجميلة دي. انا شخصيا بلدأت اعدل فيها بعض المقالات المهمة قوي عندي والمتصدرة واللي انا شايف ان هما اولى قوي بان هما يتصلح فيهم الاخطاء الاملائية عشان ياخدوا ترتيب احسن في محرك البحث. اتمنى يا جماعة يكون لاضافة يعني افاداتكم وفي النهاية اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته